السلام عليكم صباح الخير ازايكم بداية الاسبوع رقم عشرين والفيديو رقم ستة وتسعين في سلسلة فيديوهات كابسولت الصباح اللي بدأناها مع بعض من اكتوبر اللي فات بنتناقش فيها في مواضيع واخدناها من كتاب دا دايلي دراكر اللي بيجمع مقتطفات من كتابات واحد من اهم المفكرين في الادارة الحديثة وهو بيتر دراكر الفيديو كل يوم الصبح كده نسجله مع بعض خام ونتفرج عليه سوى عشان يبقى ان شاء الله بداية يعني قوية ومهمة سواء لي وانا بعمل الفيديوهات وليكو يا رب يكون المواضيع اللي بنسمعها تكون مفيدة الموضوع بتاع النهاردة بعنوان المعرفة والنتائج اللي بتحتاج اكتر من مجال يتدخله مع بعض ايه كل موضوع اللي هنا كان بيحاول يتكلم عليه ويمكن في اجزاء ومقتطفات اتقلت قبل كده انه التعليم اه المنزومة التعليم التعليم العالي اه مينلي ومتنظمة على ان العلم هو النتيجة في حد ذاتها اه بيبقى الطب هي دراسة الطب المحامية هي دراسة المحامية اه المحاسبة الادارة او يمكن يعني الادارة مختلفة شوية اه المحاسبة الهندسة الكيميا الاحياء غيره غيره الدايمن الايه العلم هتلاحظ انه التعليم في الجامعة بتدخل تمسك علم واحد تدرسه الغرض هو اه البرودكت نفسه إذا دراست الان تق universities إلىق Shiite اه معلش تسامسوني الدراسة اثناء متنظمة حوالين ان الان الكلمة هي في حد ذاتها هي ل���ودكت المعرفة في حد ذاتها هي المنتج تعرف المعلومة دي بانت كده تمام درست الدراسة دي بانت كده تمام في الحياة العملية بتاح دلوقتي الشغل مبقاش بيلتزم بعلم واحد النتائج هي صعب تلاقي اه اه ال صعب تلاقي اه ال اه ولا مصنع ولا خدمة ولا منتج بيعتمد على معرفة او علم واحد بس. دايما بيحتاج الناس متخصصين من مجالات مختلفة او بغض النظر عن الاشخاص هو بيحتاج علم ومعرفة من اتجاهات مختلفة تشتغل مع بعض وبقى صعب تبص تلاقي اه منتج واحد او خدمة واحدة بتطلع من اه من مجال معرفي واحد. بيزد على كده هتبص تلاقي هو ده اللي كان فيتر دراكر بيتكلم عليه انه هتلاقي ان التعليم بدأ يدخل في اتجاه انك تتعلم اكتر من معرفة اكتر من مع بعض بدأ التعليم بدل ما هو بيكون الشهادة من اجل الشهادة اصبح الشهادة اللي تخدم منتج معين او رزلت معينة او نتيجة معينة هي انتر ديسبلناري فتبص تلاقي دلوقتي الشهادات والماجستيرات والبكالريوسات بيدخل فيها دراسة من اتجاهات مختلفة ما بقتش مجرد تمسك علم واحد من اول والاخر وانما بقت ايه الشغل اللي الشخص ده هيطلع يقدر يعمله محتاج اكتر من مجال بقى معرفي دلوقتي بقى ممكن تبص تلاقي الشهادة الواحدة او الكورس الواحد يتضمن معرفة ويتضمن علم من اكتر من اكتر من اتجاه الكلام ده هل هو منطبق يمكن في المنطقة العربية عندنا في البلاد بتاعتنا قوي ولا لا ما اعتقدش ان احنا اه الشكل ده بقى بقى ظاهر اوي او قوي اوي ما اعتقدش يمكن كمان حتى في الغرب مش بالضرورة اه يكونوا وصلوا للشكل ده لكن هو اللي حاصل بقى فعلا هتبص تلاقي في الحياة العملية لما بنطلعه ده الكلام بقى اللي احنا ممكن نستفيد منه في يعني الحياة يومية بتاعتنا انه لما بنطلع للحياة العملية صعب تبص تلاقي ان في شهادة واحدة بتؤهلك لشغل معين هدايما هتلاحز انه العلم اللي انت محتاج تعرفه من اكتر من اتجاه لان المنتج اللي هيطلع الخدمة اللي هتطلع الاداء اللي انت هتعمله الريزولت اللي هتتعمل هتحتاج هتحتاج علم من اكتر من اتجاه ده لا يتعرض مع اللي قلناه قبل كده في فكرة انه ما انت مش لازم تعرف كل حاجة بنفسك فبالتالي بنقط مع ناس تانية عندهم العلم ده وتشتغلوا مع بعض او ان انت تبقى انت عارف جزء من الشغل ومسك جزء من الشغل وفي حد تاني بيهندل معاك اجزاء تانية دي برضو وردة بس هي الفكرة ان احنا نبقى عارفين ده نبقى مقاهدين ده نبقى عارفين عاملين حسابنا على ان التعليم مش هينفع اخد شهادة معينة او اذاكر موضوع معين وابقى عامل حسابين انا كده هقدر ابقى جاهز للشغلانة الا ازا كان العلم ده او الشهادة دي بتجمع لي معلومات من اتجاهات مختلفة كتير طب احنا بقى حاجة تانية نقدر نزودها بادينا فكرة الاراية والاطلاع في مجالات مختلفة انه بدل ما بدل ما احنا نسأل نفسنا انا عايز ادخل المجال مثلا الاتش او ار عايز ادخل مجال مجال الترينينج او اي مجال تاني والافكار لا نهائية نقدر احنا كل واحد عايز يعمل بزنس او يقدم سيرفز او يعمل مشروع الافكار لا نهائية من الريزولتس اللي تحتاج شغل حاجات كتير تدخلها في بعض اللي عايز يعمل مطعم الثيم بتاعه مش عارف مبني على ستايل ايه فبيقدم او كافيه بتقدم جنبيها سيرفز تانية الخلطات دي بقت كتير وبقت مفتوحة وبقت افيلبل بس بتحتاج ان انت تبقى عارف حاجات من مجالات مختلفة كتير حتى في شغلك اليومي دلوقتي مع مع قلالان الفرص ودي بقى النقطة اللي كنت عايز اوصل لك وليها مع قلالان الفرص وزيادة المنافسة والشركات ممكن ما يبقاش فيها اماكن كتير متاحة عايز يعين الشخص اللي امته عالية امته عالية كل ما تبقى انت بقى عندك معرفة كل ما تبقى عارف معرفة من مجالات مختلفة وتقدر تخلط المجالات دي مع بعض فتطلع ريزلتز حتى انت لوحدك تقدر تشتغل في اكتر من مجال او بايدك تبقى عندك معرفة من اكتر من مجال فتقدر تشتغل على بروجيكتز حتى لو على مجال صغير لوحدك الشركة بتحس ان انت الفاليو بتاعتك كبيرة يبقى الشاهد من الموضوع الرزلتز دلوقتي والشغل دلوقتي ما بقاش بيعتمد على معرفة في اتجاه واحد لازم نجمع معرفة من اتجاهات مختلفة كتير مش لازم نستنى الشهادات اللي هي بتعمل لنا الخلطات دي لان مش دايما هنلاقيها فضروري ان احنا نبقى الاطلاع بتاعنا والمذاكرة بتاعتنا والمعرفة بتاعتنا والتطبيق بتاعنا احنا نكون بنعرف مش لازم نبقى خبراء في كل حاجة بس كل ما تبقى فاهم عن اكتر من مجال كل ما هتقدر تعكس في مجال العمل وفي سوق العمل ان انت امتك كبيرة لان انت وحدة كده متنقلة من معرفة مختلفة من اتجاهات كتير ويوم ما تحب تشتغل او تشتغلي مع نفسك تعمل مشروع لوحدك تعمل بيزنس لوحدك هتلاقي نفسك قادر في اوقات كتير مش مضطر تبقى خبير في كل حاجة ومش مضطر تعتمد على ناس كتير على اقل في الاول هتبقى في حاجات كتير انت فاهم فيها او انت فاهم فيها تقدر تمشيها لحد ما ايه لحد ما البزنس بتاعك بيقدر يقف على رجليه ويبتدي حجمه يكبر وتبتدي بقى تحتاجت بارتنر مع خبراء كل واحد يكون خبير في المجال بتاعه فالزدياد والحصول على المعرفة من اتجاهات مختلفة بقى شيء مهم جدا لسوق العمل دلوقتي لانه هو اللي بيفرق معنا كتير اوي في ان احنا يبان لنا ايمة لان كل الريزلت دلوقتي ما بقتش تعتمد على انك مذاكر وعارف معلومة واحدة وفاهم في مجال واحد وانما كل ما تبقى فاهم في مجالات اكتر كل ما يكون احسن ده ايه كان الفكرة بتاعت يارب يكون الموضوع كان عجبكو يكون مفيد برضو زي ما احنا ان شاء الله دايما بنتمنى كل الموضوع رب تكون مفيدة قولولي اراءكم ونتناقش مع بعض لو عندكم اي افكار كمان جديدة نقدر نزودها على نفس الفكرة ما تنسوش ان الخميس الجاي ان شاء الله يكون الحلقة المية في يوم الجمعة ان شاء الله هنعمل live event الساعة 11 بالليل بتوقيت السعودية 10 بالليل بتوقيت القاهرة يبقى المدة ساعتين عشان نحتفل مع بعض بوصلنا للحلقة المية ان شاء الله شكرا لكم كلكو على تشجيعكم وعلى استمراركم للمتابعة وده اللي وصلنا ان احنا نقدر نتكلم في الاسبوع العشرين والحلقة المية ان شاء الله واشوفكم بكرة بازن الله على خير ربنا يفتح علينا وعليكم وصباحكم جميل ماصره